السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع وصفة جديدة وشهيبة جديدة اقدم لكم طريقة تحضير البايلة اللي كتجي اقتصادية وكتوجد بالخف والاهم انها كتجي لديدة بزيف بطبيعة الحل اللي عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بلايك وبالنسبة للناس اللي ما زال ما تشاركو فعلوا الجرس باش يوصلكم للجديد وبلما نطول عليكم غمضة ومباشرة في المقادير مع طريقة التحضير هنا كيف كتشوفو عندي واحد المقلة اللي خاصة بالبايلة يمكن لكم تديروا مقلة عادية هنا وضعت واحد الملعقة ديال الزبدة لنخليها الدوب شوية مع شوية ديال الزيت يمكن لكم تديروا زيت زيتون انا هنا كتافيت غرب الزيت المائدة سوف نخليو هذه الزبدة واحد شوية دوب نحاولو اننا نقص البطا باش ما تحرقش لنا هذه الزبدة هنا كيف كتشوفو هنا يا عندي يعني فواكه البحر مخلطة عندي بوزروق عندي الكروفات عندي الكالامار عندي سوريمي وعندي الروطال هادو كنشريهم هاكا انا جدت لكم اقتصاديا لانني كنشريهم هاكا يعني مخلطين وكيكونو كونجلي كننا اخدهم هاكا هم اللي تينفعوني بحلقة مع الروز البايلاء او لا تنضيرهم مع الابات ولي بغيتو يعني كيف كتشوفو كميراها غير شوية ماشي بزيف ومن اللي كيزبعو مخلطين يعني كيزبعو بتامن كيكون شوية رخيص على انك تاخدي كل حاجة بوحديسها هنا كيف كتشوفو وضعت عليهم واحد شوية ديال الملح وغادي نضيف واحد شوية ديال اللي بزار صافي وغادي نسوطيهم واحد شوية انا بغيتهم متل القولي هاديك العصارة ديالهم هي اللي كتبن اللي هاداك الروز وكتعطي البايلة واحد اللي بدنا خاصة صراحة كتجيزوينة بزيف هنا كيف كتشوفو هنحاول انني نسوطيهم صافي هنا من بعد ما تسوطي يعني كعارفين بان فواكه البحر بالخفتي طيبو يعني ما تيبغوش الوقت بزيف هنا غادي نهزوم هاك وغادي نخلي هاداك الماء او للعصارة اللي تلقوا لينا هنا يا هي اللي غادي نطيب بها الروز وبطبيعة الحالة هاداك الخوضر هنا بالنسبة الروز كتبقى على حسب العدد الاشخاص ويعني ولحسب الرغبة هنا وضعت واحد الكاس اللي كيكون كبير بالنسبة الروز ديالبايلة راكم عارفين خسو يكون هاداك المكركب ويكون صغير ومكركب على هاد الشكل هادا معرفش كيباليكم مزيان سافي غادي نحاول انني نخليه يشرب هاداك الماء ويتقلم زيان وغادي نضيف عليه هنا كيف كتشوفو الفلاف الملونة مع واحد الحبة ديالبصل الصغيرة وواحد الراز ديالتومة اللي محكوك بالنسبة الهاديك اللي كتب عليكم في اللول بورتوق علي فهي حتى هي فلفلة أنا غا نوريكم الفلفلة هنية اللي استعملت هاديك الفلفلة الصغيرة اللي كتكون فيها الالوان حلوة كتعطي واحد الماداك زوين بزيف إلا ما كانش بطبيعة الحال غادي تديروا الفلفلة العادية حمراء وصفراء وخضراء فقط هنا كيف كتشوفو غادي نحرك في هاداك الروز حتى كيشرب لي هاديك المميها وغادي تقلم زيان هادي هي الفلفلة كيف كتشوفو اللي درت اعنا وبنسبة الخضراء درت غير الفلفلة العادية سافي هنية غا نتبل وواتي محد الروز وهذيك الخضراء كتتقلة عفوا كي نحت الجلبانة نسيت ما ذكرتهاش وحنا يعني كنتبله وهواتي يشرب هذيك العصارة ديال فواكه البحر سافي هنية وضعت شوية ديال الملح هنية درت شوية ديال البزار بالنسبة للتوابل فكيبقوا اختياري كيلي كيبغي دير بزاف ديال التوابل انا كنكتافي غير بالملح وليبزار وغندير هنية الزعفران كيف كتشوفو الزعفران حر هادا ماشي غير ملوين فهو حر وكيتباع هنية عندنا مطحون سافي وضعت واحد صاشي ديال الزعفران الحر سافي غادي نحاول انني نخلط مزيد وغادي نزيد واحد الملعقة ديال الصلصة ديال الطماطم او لمراكز الطماطم اللي اللي تواجد عندكم هي اللي كتعطيها هديك التعليكة في الروز سافي هنا غادي نحاول انني نخلط المكونات مزيد كيف كتشوفو هاداك الروز راشرب هاداك الماء كامل وتقلهو هديك الفلافل مع البصلة ومع هديك التومة وهديك الجلبانة سافي هنا يا غادي بالنسبة للفواكه البحر اللي صوتيتهم غادي نحيد منهم هادوك اللي بغيت نزين بهم واللي بقى فانا هنا يا كيف كتشوفو غادي نزيدو حلا هاداك الروز انا حيت يعدي الحويج اللي بغا نزين بهم حيتهم سافي غادي نحاول انا ندير واحد حريكة خفيفة عكا وغادي ندير الماء في القياس ديال الماء فين غادي طيب الروز كيف كان عارفو الروز الى درنا كاس خاصنا جوز كيسا ديال الماء انا هنا غا نضيف واحد جوز كيسا ديال الماء ولكن الثاني انتم ما غا تشوفو غادي نشرح ليكم هنا يا وضعت كاس كبير ديال الماء بنفس الكاس اللي عبرت بها الروز بطبيعة الحال وبالنسبة الكاس الثاني فالمقلامة غادي اشتكفى لي هادا كلمة كامل يعني غادي غادي بقامنو شوية ولكن من بعد غادي ضروري غادي نضيفو باشي الروزي طيب لي في القياس ديالو كيف كانت شوفو هنا سافي خليس هاداك شوية ولكن من بعد غادي نضيفو ان شاء الله سافي هنا يا غادي نحاول اني نحرك بواحد تحريك خفيفة كيف كتشوفو هاكا سافي وغادي نخليها الطيب على واحد العافية اللي تكون مهيلة من الأحسن لما اللي تبلو به يكون سخون ما يكونش بارد باش ما ياخدش لكم بزاف الطيب هنا من بعد ما طابت تقريبا واحد خمسة وسبعين في المية حتى الثمانين في المية شديت هادوك نفس هادوك الفلافل قطعتهم هاكا طوال وغادي نزيين بهم كنخليو هاديك المودة اللي غادي يكمل فيها الطيب غير باش هاد الفلافل احتها هي الطيب لينا اما ما تبقرها كل شيء طيب سافي هنا كيف كتشوفو تزيين كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر بطبيعة الحال هنا وضعت الفلافل الألوان بنفس اللي يدرشهم مع الروز وهنايا غادي نبقى نزيين بهادوك الفواكه البحر اللي نقص من هادوك اللي خلطت بهم الروز سافي غادي نستمر حاكا احسن نكمل هادوك الكيمية اللي عندي وطبيعة الحالة تزيين كل واحد والدوق دياله كل واحد والنظرة دياله والطبق دياله يعني كل واحد غادي دير هادوك الشي اللي بغى وسافي هنا يا غادي نزيد من الفوق واحد شوية ديال المعدنوس اللي مقطع باش تعطي كاتي هادوك يعني الطبق كاته وحد الجمالية سافي وغادي نخليه يكمل طياب دياله ومن يطي بعد باش غادي نزينه بطرنش ديال الحامض وهذا هو الشكل النهائي ديال البايلة ديال لك دياله هاد الشكل هادا من عاوج ديكم مدق فصراحة كجيزوين مشبع بهذاك لوغو ديال فواكه البحر كنتمنى انني نكون فيتكم الى الملتقى ان شاء الله